تم بناء قصر فرزاي باريس في عام 1624 بأمر الملك لويس الثالث عشر وتم تطويره وتوسعاته عدة مرات حتى وصل لشكله الحالي يعتبر فرزاي من القصور الملكية الأكثر فخامة في باريس ومن أكثر وجهات زيارة عند السياحة إلى فرنسا يتربع القصر على عرش قائمة مواقع التراث العالمية منذ ثلاثين عاما حيث اتضمن العديد من التحف الثمينة والأثاث واللوحات الفريدة من نوعها كما يقام فيها العديد من المعارض الفنية والثقافية كذلك ولفرزاي وجه آخر لا يقل أهمية عن مكانته التاريخية وهي مكانة سياسية حيث تكمن الأهمية السياسية لقصر فرزاي كونه رمزا للقوة والعظمة للحقبة الملكية وحتى الآن اجتمع مجلس المسشارين والجمعية الوطنية في فرزاي لمراجعة أو تعديل الدستور الفرنسية وهي عادة جاءت مع صدور دستور عام 1875 أيضا تكمن أهمية فرزاي السياسية حيث تم توقيع معاهدة فرزاي للسلام فيه والتي تم على إثرها انتهاء العمليات القتالية في الحرب العالمية الأولى وذلك بعد ستتأشير من المفاوضات بين الدول الكبرى في مؤتمر باريس للسلام عام 1918 ونتج عن المعاهدة تأسيس الأمم المتحدة بهدف فضل النزاعات ومنع تكرار الحروب لمركز أخبار قرواتة بوضبي أحسين الطنيجي من أمام قصر فرزاي باريس نعم